موسيقى دي أناي مساء الخير من البلاد اللي عم تشهد تحولات كتير مهمة وكتير معقدة وكتير كبيرة هي تركيا من 2003 يحكم حزب العدالة والتنمية التركية تزعم رجب طيب أردوغان هيد الموجة وبعدين اختصره صار هو الحزب والحزب هو وصرنا عم نحكي عن الأردوغانية وليس عن العدالة والتنمية قامت تجربة العدالة والتنمية على ركيزتين الاقتصاد الناجح وصفر مشاكل مع المحيط التركي ثم قامت الأردوغانية على ركيزة وحدة التنمر بوليينج بوليينج بالداخل وبوليينج بالخارج الصوت العالي التشبيح الخطبات المشاكل طيب شو بقى من كل هالتجربة؟ الاقتصاد؟ بعد قرار الرئاسة التركية بعزل محافظ البنك المركزي مراجد تينكايا قبل عام من نهاية مهمته وفور انطلاق التعاملات في البورصة التركية خسرت الليرا 2% من قيمتها على أثر هذا القرار خطوة الرئيس التركي تأتي في وقت يشهد الاقتصاد التركي انكماشا في الربع المالي الثاني على التوالي بسبب أزمة العملة وزيادة التضخم وارتفاع نسب الفائدة التي أثقلت كاهل الناتج المحلي الإجمالي حيث فقدت الليرا نحو ثلث قيمتها مقابل دولار العام الماضي ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى حوالي 20% وخفضت وكالة التصنيف الاقتماني موريز وستاندرد أمبوج تصنيفات تركيا السيادية وتصنيفات ديونها إلى بي لك أكيد ليه بقي سوء يمكن يكون سند للاقتصاد التركي القائم على الصادرات إلا ما في مشكلة معه وهون بتجي نظرية صفر مشاكل تركيا حبة تقول للعالم أنا الشريك الناضج يا عالم بمنطقة يحكمها مشاغبين وأنا بقدر احكي مع الكل أنا البيك بوي ان دي روم لا تزال تركيا مصممة على التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية أنقرة أرسلت سفينتين للتنقيب فيما أصدرت قبرص مذكرات اعتقال بحق طاقم إحدى السفينتين بيان الخارجية المصرية أشار أيضا إلى استمرار التوتر مع أنقرة التي ترى في ثورة 30 من يونيو انقلابا إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية لإساءة أردوغان بالتحديد للليبيين لدعمه اللامحدود للميليشيات الإرهابية مع دفع أنقرة لمئات من جنودها مصحوبين بمدرعات ودبابات إلى محافظة نينوى العراقية وتحديدا في منطقة بعشيقة دفع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى دعوة تركيا بسحب قواتها فورا معتبرا تلك الخطوة خرقا خطيرا للسيادة العراقية هيدا البيك بوي والمتشور مضل دولة من دول الجوار التركية ما في مشكل معها حتى أبعد من دول الجوار ولكن أمريكا اللي هي الحليفة استراتيجية لتركيا تاريخيا فوت حالو أردوغان معها بمشكل شراء الصواريخ الروسية ولا دولة جوار علاقتها جيدة مع تركيا بما في ذلك الروس والإيرانيين طب ركائز حزب العدالة والتنمية انضربوا لا في صفر مشاكل ولا في اقتصاد ناجح راح أردوغان على تجربة الأردوغانية ركزتها مثل ما قلنا التنمر جرب التنمر مع روسيا رفض الرئيس التركي رجل طيب أردوغان الاعتذار عن إسقاط مقاتلة روسية من قبل طائرات تركية ودعى موسكو إلى الاعتذار على قيام طائراتها الحربية بانتهاك المجال الجوي لتركيا والانتهاك إذا تكرر مرة أخرى فإن موقفنا وردنا سيكون بنفس الحزب أعلن السكرتير الإعلامي للرئيس الروسي دمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى رسالة اعتذار من نظيره التركي رجل طيب أردوغان أعرب فيها الأخير وعن أسفه لإسقاط طيران بلاده الحربية القاذفة الروسية سوء 24 فوق الأراضي السورية اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت ما بعت تزارك بعت رسالة اعتذار وراح لعنده زارو قبل كان مجرب التنمر مع إسرائيل أسطول أطلق عليه اسم أسطول الحرية انطلق بهدف كسر الحصار المفروض برا وجوا وبحرا على قطاع غزة وسكانه اعترضت البحرية الإسرائيلية القافلة السلمية وأطلقت عليها نيرانها مركزة ضربتها على كبرى سفنها ماذي مرمرة قال طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إن اعتداء إسرائيل على السفينة التركية مرمرة كان سببا كافيا لإعلان حرب على إسرائيل بتقول خلص يعني رح تتحرر فلسطين بعد بكرة لك حتى حزب الله رفع له أعلامه بلبنان ويفطات ومهرجانات والطيب الطيب أردوغان وإز ست سنوات من الخلاف انتهت في روما إسرائيل وتركيا تجلسان على طاولة واحدة هي بعد ست سنين قعدت بهالست سنين شو حققت زاد الاحتلال للفلسطينيين زاد الظلم زادت كل المساوئ بحق الفلسطينيين وآخر الشي قعد مع الإسرائيليين ويدار ما دخل إكشار طيب لا اقتصاد بإيه لا صفر مشاكل صارت مية بالمية مشاكل التنمر فوت أردوغان من حيط لحيط طيب شو بقى ديمقراطية تركية تدخل تركيا اليوم مرحلة جديدة بتحولها من نظام برلماني إلى نظام رئاسي من مظاهر هذا التحول إلغاء منصب رئاسة الوزراء وإنشاء لجان ومجالس إدارية ومؤسسات تعمل مباشرة بتوجيه من الرئيس التعديلات الجديدة تمنح أردوغان حق تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين واختيار نائب أو أكثر للرئيس وفيما يتعلق بالقضاء يحق لأردوغان تعيين ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء من أصل الثلاثة عشر إضافة إلى مدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي حتى الديمقراطية التركية استهلك أردوغان مع كل شيء تاني استهلكه بإرث تركيا وإرث حزب العدالة والتنمية كل شيء استهلك على الآخر يمكن يقول الواحد أكي بس خي تعرف الأهم أنه بقي الحزب حزب العدالة والتنمية بقي بقي أحمد داود أوغلو الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي الأسبق انتقد حزبه موجها انتقادا مباشرا لأردوغان بأنه منفصل عن نصف المجتمع واعتبر مواد النظام الرئاسي التي تجمع بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة ترأس الحزب أزمة كبيرة علي باباجان رجل الاقتصاد الناجح في حكومات الرئيس أردوغان حينما كان رئيسا للوزراء باباجان أعلن في بيان مكتوب له تعذر استمراره في عضويته مع حزب العدالة مقدما استقالته من الحزب كل الأحزاب لواحد يكون دقيق كل الأحزاب بالعالم شهدت انشقاقات الأحزاب الكبيرة نظريات الكبيرة حزب العدالة والتنمية شهد انشقاقين مع بعض ذات الوقت يعني اليوم النقاش بش إذا في حزب رح يطلع من رحم العدالة والتنمية إنما إذا في حزبين أو أكتر شي راح عند داود أوغلو شي راح عند عبدالله قول شي راح عند آخرين يعني كل الأحزاب مثل ما إلنا بتشهد انشقاقات بس انشقاقين مع بعض اثنين اثنين ويمكن أكتر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر